حدثنا محمد بن أبي عادي عن سليمان يعني ألة تيمية عن أبي عثمان يعني النهدي عن قبيصة ابن مخارق قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلاء عليها ثم نادى أو قال قال يا آل عبد منافاهو إني نذير إن مثلي ومثلكم كمثل رجل إن رأى العدو فانطلق يربأ أهله ينادي أو قال يهتف يا صباحا قال أبي قال ابن أبي عادي في هذا الحديث عن قبيصة ابن مخارق أو وهبي بن عمر وهو خطأ إنما هو زهير بن عمر فلما أخطأ تركت وهب بن عمر حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عوف قال حدثني حيان قال حدثني قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة ابن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبث قال العيافة من الزجر والطرق من الخط حثنى سفيان بن عوينة عن هارونا بن رئاب عن كنانة بن نعيمين عن قبيصة ابن المخارق الهلالي تحملت بحمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤدها عنك ونخرجها من نعم الصدقة وقال مرة ونخرجها إذا جاءتنا الصدقة أو إذا جاء نعم الصدقة وقال يا قبيصة إن المسألة لا تصلح وقال مرة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه وقال مرة رجل أصابته فاقة أو حاجة حتى يشهد له أو يكلم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه قد أصابته حاجة أو فاقة إلا قد حلت له المسألة فيسأله حتى يصيب قواما من عيش عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أجتاحت ما له حلت له المسألة فيسأله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما كان سوى ذلك من المسألة صحت